السلام عليكم السلاح الابيض والخرطوش والفرد الحاجات دي انتشرت كتير اوي في المناطق الشعبية والمناطق ريفية الاسلاحة البيضة بقت منتشرة مع العيالة الصغيرة كأنها زي المصصات ما ننكرش حاجة زي كده ومش لازم نحط رأسنا في الرملة في حاجة زي كده معاهم سلاح ابيض معاهم سلاح ابيض خش المدرسة وتفرج عليها ممكن يبقى فيها ايه نفس الكلام برضو من ناحية الفرد او الخرطوش فرد الخرطوش دي اسلحة بتصنع في البيوت يعني حتة حديدة على حددتين على تلاتة بعد كده بعمل خرطوش بيضرب فيه طلقات نارية قاتلة طبعا دي اسمها صنع منزلي ما علينا انتشرت اوي في الاولنا الاخيرة اخر حاجة حصلت الخناء اللي حصلت ما بين حمو ومعين جيجا اسمهم كده حمو مسجل الخطر اللي اكتر من عشر قضايا بلطاجة وجيجا اللي عنده اكتر من قضيتين او تلاتة يعني الاتنين مسجلين عندهم سجل محترم في الاليوبية تحديدا شبرة الخيمة حصلت مشادة كلامية ما بينهم هم الاتنين ما بين حمو وما بين جيجا حمو اللي شغال ميكانيكي في شبرة الخيمة وجيجا صاحبه لكن ما بيشتغلش اللي اتنين كان عليهم خلافات مالية كبيرة مع بعضهم اللي اتنين مع بعض اطيروا على اشكالها تقع الخناء التطورت جيجا رح مطلع فرد الخرطوش وضرب حمو بيه في وش على طول اتنقل حمو المستشفى مصر العام في شبرة الخيمة على طول ادارة المستشفى الاسم المتواجد جوه المستشفى او النبطشي بلغ على طول النجدة والنجدة بلغت مدير العام اللي بعدها عرفوا الموضوع كله وسبب تطور حالة ضربة النار اللي جات في حمو الميكانيكي زي ما قلنا الاتنين مسجلين الاتنين معاهم سلاح ابيض واسلحة محلية الصون هنا النقطة اللي احنا بنتكلم عليها احنا بنتكلمش دلوقتي على الوفاة بتاعة حمو ومنتكلمش على الوفاة او حالة الوفاة اللي قدت انه جيجا ضرب حمو بيها ومات بعد كده حمو هي نازلة على السوشيال ميديا كلها حمو مات بسبب الجيجا ده مختصر الكلام طبعا اللي هيسمع هيسمع ان يفكر حمو بيك والاغاني الشعبية والحاجات دي كلها لا هو بس العنوان مصير شوية وجبناه عن طريق كده ولكن النقطة اللي احنا لازم نتكلم فيها انتشار الاسلحة المحلية الصون مع الناس او مع البشرية يعني ممكن تلاقي فرد محلي ب1000 جنيه ولا ب800 جنيه ولا ب900 جنيه ويدرب نوال زي بندقية الخرطوش بالزبط نفس الكلام الطبانجات محلية الصون نفس الكلام برضو لما الطبانجة الصوت بتتحول لطبانجة حقيقية او رصاص حي هنا احنا لازم نتكلم في نقطة معينة الا وهي لازم بقى في القانون راضع جدا في حاجة زي كده ولازم المباحث اشتغل في الموضوع ده كتير قوي طبعا هم مش غفلين عن الدور بتاعهم اطلاقا علشان بس ما نقولش كلامه غلط ولكن الدور الصح اللي احنا شايفينه اكتر المتابعة للحالة الامنية في الاماكن الشعبية وخصوصا وقت الافراح او وقت المشاكل او وقت اللي هو بتظهر فيه الاسلحة النارية او الاسلحة البيضة دي النقطة الاولينية تاني نقطة القانون الراضع في حاجة زي كده لما واحد يتحكم عليه حكمه معين ويتاخد فيه على دماغه محدش هيقدر يمسك او ان هو يفكر ان هو يمسك فرد محلي او مطوأ او ارنغزال او ايا كان من الحاجات الاسلحة البيضة دي النقطة التانية النقطة التالتة ترخيص السلاح لازم ترخص ترخيص السلاح للافراد المنود بيهم مسك السلاح مش اي حد يطلع له ترخيص السلاح وده اللي حاصل دلوقتي من وزارة الداخلية في الوقت الحالي علشان كده كله بيتجه ان هم يمسكوا حاجات زي كده هل تدركوا ان حتى الاصطافة ممكن تعتبر سلاح ابيض الاصطافة اللي احنا بنقص بها ضافرنا دي تعتبر سلاح ابيض لو زابط المباحث وقف على الموضوع صح برضو حقه ان هو يقولك ده اصلاح ابيض لان هو حاجة محددة يعني اللي هي برضو يعني ممكن تموتي على فكرة ده ببساطة الموضوع اللي حصل في شبرة الخيمة او الاليوباية في مستشفى ناصر العام تحديدا وحالة قتل حمه ان هو تقتل على يد جيجا الموضوع اكتر منه من الحاجات دي كلها هي انتشار الاسلحة اللي احنا لازم نحد منها ولازم يبقللها قانون راضع في حاجة زي كده السلام عليكم